مرحبا بكم احبائي ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله رجعت معكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله غنحضروا الارض بالتجاج واحد طريقة اللي هائلة ورائعة كنتمنى كاملين تجربوها اليوم ان شاء الله غادي نوجده معاكم اول حاجة غادي نديروها غادي ناخدو نصف كأس ديلا زيت السيتون وروع كأس زيت المائدة غادي نقطعو فيهم بصالة مربعة صغيرة متوسطة الحاجم وغادي نوضعو عليها واحدة شوية ديلا الملحة وغادي نقلو هاد المكونات مع بعضياتها واحد شوية غادي نقلو هاد الباصل حتي بديت تحمر عندنا كيف ما كتعرفو مني كان حمرو الباصل كي يعطينا نكهال ديدة للطبق اللي كان طيبو غادي نبدو نقلو الباصل غادي نبدو نقلو الباصل صدقوني هاد الارس كي يجيل ديد و هائل وممكن قدمو احتل طيف ديالنا غادي نضيفو واحد الفصل ديال التوم هاد الوحدة طريس ديال التومو مقطع مربعة غادي نقلو هاد الباصل غادي نقلو هاد الارس كي يتحمروا لنا من بعد غادي نضيفوا الدجاج اللي عندنا انا قدرت هنا الفخط ديال الدجاج ولكن انتم ما تقدروا استعملوا المناطق اللي كتعجبكم في الدجاج وتقدروا استعملوا الدجاجة كاملة وتقدروا تديروا الكيمية اللي كتنسبة عدد الافراد ديالكم غادي نحضروا الارز ديالنا غادي نبدو نقليو الدجاج ومن بعد غادي نضيفوا حبة ديال الطماطم كبيرة ولا ممكن ديرو جوج حبة ديال الطماطم مقطعة بالقشرة ديالها وديرو جوج حبة ديال الطماطم صغيرة ولا واحدة كبيرة من بعد غادي نضيفوا ورق الغار ولا ورق موسى غادي نضيفوا اربعة حبة ديال الهيل ولا الهيل وربعة خمسة ديال الحبة ديال القرنفل ولا المسمار كنحاول نقول السمية مختلفة هكدا غادي تكونوا تعرفوا عليها كتر انا غادي نضيفوا واحد ثلاثة الحبات ديال الكبابة ولا الكبابة هاد التابيل ما معروفش عندنا بزاف في المغرب كيكونوا حبة بحلف الفل فل اسود ما معروفش عندنا بزاف في المغرب ما كنخدموش به كي يخدمو به بزاف في الشرق الاوسط غادي نضيفوا رشة ديال الفلفل اسود رشة خفيفة ديال جوزة الطيب ورشة خفيفة ديال القرفة حنا ما غاديش نكترو بزافة ديال القرفة هكدا ما غاديش تكحل لنا المرق ديالنا وغادي نضيفوا جوج اعوات ديال القرفة غادي نحاول ندخلو تحت الدجاج باش يتلقل ينكها عندنا ربع ملعقة ديال زنجبيل هادي التوابيل كي يعطونا نكهال ديال الدجاج ديالنا ولا الارز ديالنا من بعد غادي نضيفوا واحدة شوية ديال الكاري وإلا ما عندكمش الكاري تقدروست تكتافيوا بتوابيل ديال الدجاج وغادي نضيفوا واحدة نسبة العقة صغيرة ديال الكوركم وغادي نضيفوا نسمي العقة الصغيرة ديال الفلفل الاحمر الحلو والبابريكا وغادي نضيفوا نسمي العقة الصغيرة ديال الفلفل الاحمر الحلو ومن بعد غادي نبدو نخلط المكونات كاملة مع بعضياتها ونقلب الدجاج ديالنا نتمنى تجربوا هذه الدجاج فعلا كي يجي لدي جدا كيفما كي يبلكم الحبة ديال الكو بيبرة هما هما دوك للك حالين أنا ما صورتش لكم هاد المرحلة هكذا باش حتي لما عندكم مش تقدرو مستعملو مش ختياري غادي نقلوا الدجاج ديالنا فادوك التواب اللي حطينا من قبل وغادي نخلي وهي طيب على نار مهيلة وده بغادي نضيفوا واحدة الكاس جيلة الياغورت الطبيعي بدون سكر حتى وكي يضيف لنا واحد الحمودة لديدة للدجاج ديالنا واحدة الرحة كتطلع من هادا الدجاجة لديدة بساف كيفما كتعرفوا التوابه ديال الهيل والقرفة ورق الغار والقرنفل كعكي اعتونا انك هالديدة غادي نضيفوا جوش كيسان ديال الما وغادي نخليو الدجاج ديالنا يطيب على نار مهيلة وغادي وغادي نراح نجات ما وغادي نقفلوا بزياج ديالنا وغادي نزولوه من الماراق انا غادي ندخلوا لفرن هنه الجج ديالي منيزولته من الماراق غادي ندخلو الفورن حتي تتحمر ليه وهنايا انا وضعت الروز ما متصورتش لي هاد المرحلة كنا احتضر ليكم كم ناخدو كس ديالا الروز بجج كسن ديال الماء انا حاولت نحط الارز ديالي وتغطب الماراق وغادي نخليه يتبع لنار مهيلة وانتو ما غادي تشوفوا الارز اللي عندكم انا عندي نوعية رقيقة كيف ما كيبليكم هنايا انتو ما غادي تشوفوا النوع ديالكم والكمية ديالي الطياب والمال اللي كتناسبوا من بعد هنا انا ضفت زفرن حر عندي بودرة ضفتوا مع شوية ديال الماء وضفتوا فوق الماراق ديالي اكده غادي تنكهلي الارز براء اي حادي لزفرن وغادي ننقس على الارز ديالي ونخليه يتبع لنار مهيلة حتي تشرب قاع كم ميض الماراق اللي كينا وهنا الارز ديالي مني رها مضج وطب هذا هو الشكل ديالي النهائي كي يجي واحد الارز اللي لديد وهائل كنت منه تجربوه فعلا كي يجي رائح ومن بعد انا غادي نزين حسب الرغبة ممكن تزينو بالباصال اه اللي مقلي ومقرمش وممكن تزينو باللوز انا احنا ايضفت واحد المعلقة ديال الزبدة في الاخير تهيكة تعطينا النكهة رائعة لالارز ديالنا ودبا ما بقى لنا غين نقدمو الارز زيني على هات الشاكل انا زينتو بالبندوق باللوز وبالباصال المقلي كنتمنى تكون الوصفة ديال اليوم عجباتكم وهذا الشكل دياله النهائي كي يجي دجاج وارز رائع كنتمنى كاملين تجربوه وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وينال الرئيضة ديال لكم وتجربوه وبسلامة في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة